فجرت جداول الموازنة التي أرسلتها حكومة محمد الشيعة السوداني إلى البرلمانية خلافاً كبيراً بين الأخير وزعيم تلاف دولة القانون نوري كامل ملك عباس الموسوي مستشار رئيس تلاف دولة القانون أكد أن الجداول التي خفضت موازنات المحافظات قد صدرت بتدخل من السودان ولكن تصرفاً من وزيرة المالية طيف سامي وكاشفاً عن وجود مخاوف إطارية من أن رئيس الوزراء ربما يفكر بتقليل الأموال المخصصة للمحافظين والاحتفاظ بها لاستثمارها انتخابياً بمشاريع اتحادية قبيل الانتخابات المقبلة الموسوي انتقد بشدة سياسة الحكومة في تعويد العراقيين على رواتب الرعاية الاجتماعية وقال أنها يجب أن تكون فقط للعاجزين عن العمل وهي من مرات القليلة التي تتصاعد فيها اعتراضات اتلاف المالك على سياسة الحكومة لا سيما ما يقوم به وزير العمل أحمد الأسدي المنتمي إلى الإطار التنسيقية في زيادة أعداد المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية وهو ما يعتقد بأنه كان واحداً من الأسباب التي اضطرت الحكومة لتقليل موازنات المحافظة